موضوع الإسكندر المخدوني هل هو تبع القرآن وليس القرآن كذا؟ أبداً ما نقول إسكندر موضوع ذو القرنين في القرن العشرين انبثقت شبهة رهيبة عنه محمد مخذها من أساطير مين؟ من أساطير سيدو كالستينس الفضل الحقيقي لسيدنا مولانا أبو الكلام آزاد مين هو ذو القرنين هذا؟ وإيش قصته؟ طلع ذو القرنين هو قرش الإخميني يا حبيبي هو قرش الإخميني وبالأدلة والسفريات وعنده قرنين موسيقى 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 قصّم بالله أرى هذا كلام أحكي إلى واحد من أحبابي أقول له لا إله إلا الله لدي نظرية بسيطة ليس نظرية بسيطة هي تعني إنسى يتجعل تأمل تبصّر قبل سنوات من أكثر من 20 سنة لليوم أرى صحيحة وسليمة ما هي؟ وذكرت في خطبتي عن إسكندر المخدوني هل هو إسكندر؟ وهو إذا قررته على القرآن وليس عارف مين؟ أيها ما ذكرتها برضو ما هي؟ هذا أحد أدلة وجود إلا كمان من بين الألوف الأدلة على ذكرها هذا واحد منها ما هو؟ لا إله إلا هو لا يسمح سبحانه وتعالى في أي حقبة زمنية في أي إيرا أي ضرف زمني لا يسمح من بثاق أو بروز شبهات جديدة من صنف معين إلا بعد أن يكون هيا ماذا؟ الجواب عنها من الصنف ذاتي لا يبدو علي؟ ليس وضع كثير سأقول لك كيف؟ موضوع الإسكندر المخدوني هل هو تبع القرآن وليس القرآن؟ أو بلش نقول إسكندر موضوع ذو القرنين صح؟ في القرن العشرين انبذقت شبهة رهيبة عنه لما قرأتها أول مرة تخضك يا ربي ما أقول ما هو شبهة؟ قصة الله عكا قال لك ليس قصة قصة كبيرة تطعم في القرآن قال ليش؟ لماذا؟ قال لك يا سيد العزيز الإسكندر الكبير كان له مؤرخ الذي هو ابن أخه و أرسته 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 أستاذ مين الإسكندر ترسه ترسه في مهدونيا اسمه كالستينس اسمه كالستينس وفي الأخير غضب عاية الإسكندر كان مهبول عنده شذود جنسي وعنده شذود عقلي ومعني بعمل الشام ليس كويسي هذا كان مؤرخك حطه في السجن ومات موته من أياما قطعت علاقته مع أرسته أرسته وزال منه وقطعت علاقته بالإسكندر المهم قصة ثانية فالمهم هذا كتب توريخ كتب توريخ عن إسكندر ورحلاته وفتوحاته وفي الشرق وغرب وكذا ما ورسطش معظمها الألم يصل أجي واحد في القرن تقريباً الرابع أو الخامس الميلادي يعني بعد الإسكندر بحوالي أيش سبعمائة سنة أو ثمائة سنة اسمه بالسودو كالستينس كالستينس المزيف الزائف لأنه أخذ اسم كالستينس سمح له كالستينس وهو ليس كالستينس وهو ليس كالستينس فالمورخين سموا الزائف سودو حلو وألف تاريخ عن الإسكندر قال هذا تاريخ الإسكندر ورحلاته تاريخ أسطوري كذب ما أنزل الله به من سلطان ولا علاقة بالتوريخ الحقيقة تعتمين كالستينس حلو المشكلة أنه سودو كالستينس هذا تاريخه كتب باللغة الخبطية أحيانا وفي اللغة الحبشية وعرف في مصر وعرف في الحبشة صح؟ حلو يذكر فيه أن الإسكندر أن الإسكندر قام بثلاث رحلات رحلة بلغ فيها مغرب الشمس بها الترتيب هذا قرآن تتكلم عن مغرب الشمس صح أو لا؟ ورحلة بلغ فيها مطلع الشمس ورحلة راح فيها على سد يأجوج ومأجوج عملوا مذكور هذا في سودو كالستينس ما؟ ما؟ قال لك مهناها محمد قال لك ويسألك عن ذي القرنين وذي القرنين وقصة وعمل قصة ومغرب الشمس ومطلع الشمس وبعدين يعجوج ومأجوج محمد يأخذها من أساطير من؟ من أساطير سودو كالستينس المشهورة كانت عند الأقباط وفي الحبشة وعلاقة الجزائلة العربية بالحبشة معروفة صح ولا؟ ويذهب ويأتي 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 كانت تجارية وكذا أين أنسى؟ بالله عليك هذه الشمهة لو عرفت قبل مئة سنة في القرنة التاسعة عشر في القرنة الثامن عشر لعملت مصيبة كبيرة جدا جدا هذه لم تعرف إلا في آخر تقريبا ثلاثين أربعين سنة العجيب أنه قبل أكثر من خمسين سنة اكتشف في منطقة بعيدة عن أصفهان تقريبا أو كذا المهم في منطقة إيرانية موجود تمثال لقورش الإخميني مؤسس الأسرة الإخمينية وعنده قرنين وتتالت الدراسات عن قورش الإخميني سبحان الله عنده رحلة للمغرب ورحلة مطلع الشمس ورحلة تماما هي رحلة السد يأجوج ومأجوج وهذا تاريخ حقيقي وهذا مسجل عند الأرمينيين باللغة الأرمينية ومسجل عند الفرس وفي وثائق ألماني حضرت ورحلة مذهلة يقصون بالله العظيم يقصون بالله العظيم بالألماني جاءوا كيف عندما كان قورة يغذوا أي بلد يعرض عليهم الإيمان والطاعة والعدل ويعرض عليهم خطة كثير ممتازة الرحمة وكذا وكذا وإلا بعذبكم عذاب شيء يقصون بالشعر نفس الأشي الذي قال الله أنطق به من؟ ذي القرنين تبع القرآن وطلعت الحمدلله بجوابي الذي يحب يعرف تفاصيل القصة هذه يرى الخطبتين عن موضوع ذي القرنين في القرآن الكريم لكن الفضل بعد الله لم ين لي أنا عملت بسيطة ملح لا الفضل الحقيقي لسيدنا مولانا أبو الكلام آزاد بالنحوي أبي الكلام آزاد طبعا لسيدنا أبي الكلام آزاد وزير المعارف تخيل في الهند وكانت ذراع اليمين أو من الأذرع اليمنى لمهات مغاندي في الثورة على الإنجليز عنه كوزير المعارف أيامه أيام البريطاني وعلامة كبير ومسلم صالح كان وشخصية مذهلة كريزم رأيبة عنده ومطلع الطلعات يعني بوليماث هو كان عنده علوم في أشياء كثيرة فسر القرآن الحمد للتفسير عندي بالإنجليزية فسر القرآن في ثلث مجلدات لما وصل لثورة الكهف وقفت مع الشبهة هذه من هو هذا القرنين؟ وماذا قصته؟ لماذا راحوا؟ لم أعرف ما هي القصة؟ عارفين كم سنة يقرأ في الموضوع هذا؟ وسافر إلى إرميني أكثر من سفرة ويضطر أن يتعلم بعض اللغات الأخرى كم؟ رحمة الله عليه عشر سنوات رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه عشر سنوات وهو يدرس هذا الموضوع وأجل عبد الفقير أخذت خلاصة كل ما كتب الحمد لله حتى شيخ أزهري كان رجل فاضي اسمو عبد الملعين من نمر من شيخ الأزهر ليس شيخ الأزهر وكان عالم ورجل مجتهد وذكي وشاطر هو زار الهند وألف كتابة عن الهند وتكلم كثيرا عن أبي الكلام أزاده عن بحثه هذا أيضا لكن أنا عندي التفسير تخيل وأعطاك الخلاصة طلع ذو القرنين هو قورش الإخميني يا حبيبي هو قورش الإخميني وبالأدلة والسفريات وعنده قرنين وتمثاله هاي مش عارف أي مهم المنطقة بقرنين وكان من موحدين لله عز وجل قصة غريبة فأقول سبحان الله العظيم لو هذه الشبهة اللعينة تعت كالستينس اللي عايش في القرن الخامس أو الرابع الميلادي من قبل النبي من قبل النبي لماذا؟ لو انتشرت المئة سنة لكفرت الناس صحيح؟ أي واحد يحترم حاله وكذلك بالإسلام أساطير ماخذينها من سودو كالستينس تفضل لا إله إلا الله لم تسمح القدرة الإلهية ولم تأذن أن تنتشر هذه الشبهة إلا بعد أن كان الجواب حاضراً ترجمة نانسي قنقر